تعد للمبادرات الرئاسية دائما نقطة تفارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا وتأتي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية مبادرة تترجم جهود الدولة المصرية في الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري إنها مبادرة بداية التي تحتوي على العديد من المحاور من بينها تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق مفهوم الأسرة السعيدة على أرض الواقع من خلال ترويد التزايد السكانية فإن الاستثمار في البشر هو المستقبل وهو ما تعمل الدولة على تقيقه وفقا لرؤية مصر 2030 وهو ضرورة لإحداث تنمية اقتصادية مع ضبط معدل السكان ومن أهم معالم مبادرة بداية فإن نحو ثلاثين جهة حكومية وغير حكومية تتعاون وتتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الأشمل والأعام لتلك المبادرة والذي يتمثل في تغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة إلى الأفضل في مختلف المجالات ولعل أهم ما يميز مبادرة بداية أنها تستعدف تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال تقديم الخدمات الحكومية في جميع المجالات بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة من خلال العديد من محاور التنمية ويتم تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان على مرحلتين تستعدف المرحلة الأولى إلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل تحفزي في مجالات التنمية البشرية المختلفة وتمثل المرحلة الثانية المشروع القومي للتنمية البشرية الذي يخاطب المواطن في جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجتها ترجمة نانسي قنقر